تشريح لمشروع السلسلة الجديد على مكتب حنة غريب مشروع سرّب كاملاً لهيئة التنصيق من أرويقة مجلس النواب تكشفت أمام غريب بنود تخالف جوهر الاتفاق بين الكتل والهيئة فصل التشريع بين العام والخاص لا يكون نقطة الخلاف الوحيدة التي ستعيد الهيئة على ما يبدو إلى الشارع فمن أبرز المطالب كانت زيادة بنسبة 75% لكن المشروع المطروح شكل مفاجأة بالأرقام إذ منح معلمي الرسمي زيادة بنسبة 33% ومنح معلمي الخاص زيادة بـ 13% أما متعاقد الخاص فأعطاهم زيادة بالـ 0% في مقابل حصول قطاعات أخرى كالقضاء مثلاً على زيادات بنسبة مرتفعة وصلت إلى 70% نحن عم نطالب كرابطة أساز التعليم السنوي بتعيين الأساز التعليم السنوي بالدرجة 21% وتعيين المعلم في التعليم الأساسي حامل الإجازة التعليمية بالدرجة 15% السلسلة المطروحة ستعطى اعتباراً من تاريخ الأول من تشرين الثاني 2014 ما يعني تطيير المفعول الرجعي كذلك فهي لن تكون مقصطة على سنة واحدة كما أشيع بل على مدى ثلاث سنوات أما العائلات المستفيدة من نظام التقاعد فستخفض الرواتب التي تتقاضها شهرياً بنسبة 35% مشروع لتصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية التقديمات الاجتماعية من استشفاء وزواج وولادة وتعليم ستوحد بين القطاعات كافة وتخفض بحسب غريب وستطلق يد أصحاب المدارس الخاصة بإعطائهم حرية إقرار الاستفادة من زيادة الدرجات أو عدمها نحن عم نحملنا المسئولية ونشرح للرأي العام اللبناني ليش نحن كنا متمسكين ومرافضين كل هالبنود هذي أنها تمرون هيئة التنسيق إذن ستعود إلى قواعدها كمجالس المندبين والجمعيات العمومية لأخذ مقترحاتهم حول أشكال التحرك المقبلة ترجمة نانسي قنقر